العراق الدولة العربية الوحيدة التي ستشارك في القمة الافتراضية للديمقراطية خطوة تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها إتاحة الفرصة للعراق في إنجاح عملية التجربة الديمقراطية وترميمها التواجه العديد من التحديات والتدخلات الأقليمية وجود هكذا قمة سيفتح أفق أوسع لتعزيز الدور الديمقراطي في العراق الذي ما زال الآن في حلقة صراع وفق جدول على قل تقدير واحدة من الممتنعة الديمقراطية والانتخابات وتضم قائمة القادة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن العديد من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وتهدف لدعم التجارب الديمقراطية في صراعها مع الأنظمة الاستبدادية أو التحديات الأخرى التي تواجهها قد يكون تعزيز المبدأ في قبول العراق للمشاركة في هذه الفعالية هو تعزيز للديمقراطية أو للدفاع العراقي عن الديمقراطية العراقية أعتقد إتاحة الفرصة ربما تكون إيجابية إذا استثمرتها الدولة العراقية بهذا الاتجاه وتعتبر هذه القمة الافتراضية للديمقراطية أحد وعود الحملة الانتخابية لرئيس الأمريكي جو بايدن والذي قرر عقد النسخة الأولية منها افتراضيا يومي التاسعة والعاشرة من ديسمبر كانون الأول المقبل بسبب جائحة كورونا على أن تعقد النسخة الثانية حضوريا بنهاية العام المقبل عبد الحميز زباري الحرة أربيل